هنروح لفريق كرة اليد سيدات وكان عندهم مباراة مهمة مع الطيران تعرفين الطيران عامل فرقة كويسة جدا في السيدات ولكن نجح فريق كرة اليد سيدات بقيادة كابتن محمد عادل زولة بالفوز على نادي الطيران بنتيجة 30-28 المباراة كانت تلعبت أول مبارح في إطار منافسات منطقة القاهرة والمباراة تلعبت على صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر نادي الأهلي بالجزيرة وقدم فريقنا مستوى مميز خلال الماتش ده وقال كابتن زولة بعد الماتش أنه مبسوط بأداء الفريق وتنفيذ اللاعبات للخطط السؤال الهجومية والدفاعية والتزامهم بيها وبنفكر حضراتكم أن الدوري واقف في الفترة دي للسيدات طبعا المباراة دي في طورة القاهرة إنما الدوري واقف طبعا عشان الأجندة الدولية والالتباطات والتجمعات المنتخبات فما فيش وقت تكون الاتحادات مجهولة حكام مشغولين تحكرة الاتحاد اليد مختلف عن الاتحادات الأخرى بيشتغل بأجندة دولية بينها حتى الاتحاد الدولي نفسه كده فرقنا كان فاس في الثمان الماتشاط اللي فاتوا في الدوري قبل ما يقف في الدوري وهيرجع تاني يوم كمان يعشرين يوم بإذن الله تعالى برضو فرقتنا ماشي بشكل كويس نتمنى لها كل التوفيق كان ليه اختبارين قويين سوا في بطولة أفريقيا أبطال الدوري فوزنا بالمركز الرابع وبطولة أبطال الكؤوس السنة اللي فاتت واخدنا المديلية البرونزية بعد غياب عشرين سنة يعني الفريق ماشي بشكل كويس وأن مجلس إدارة بيدعمه بشكل كبير وخليدي برضو أوضح أنه دعم فريق يعني عمر ما بيكون دعم مجلس الإدارة أو النشاط الرياضي موجه هو دعم مطلق لكل الفرق سواء كان رجال أو سيدات وما فيش حد أبدا يقدر يقول المدير فني في النادي الأهلي أو يملي على مدير فني أنه يجيب مثلا لعيبة جداد أو صفقات جديدة بيكون الموضوع التشوري وأي مدير فني هو رئيس جمهورية الفرقة زي ما حصل مع مستر أجوستي بوش يعني مستر أجوستي بوش هذا الموسم ما جابش ولا صفقة هو رؤيته كده يعني مش هنتكلم على كرة اليد عشان ما يقولش أنت بتسقط على كرة اليد لا مثلا الكرة كتسلة ما حصلش أنه هو جاب أي صفقة مستر أجوستي بوش ولا أي صفقة جات ويمكن باستثناء حاجة واحدة بس كيجي وكيجي وكمان من السنة اللي فاتت يعني معروف أنه جاي ولكن ما فيش صفقات يعني كبيرة جدا أنت عندك أحمد إسماعيل ميشي وجامك نوكيجو يعني مش صفقات هو معتمد على أولاد النادي نفس الوضع في كل الألعاب يعني ما كنتش هجيب صفقة تعمل الفرق يبقى أنا مقاسف يعني يبقى إلعب لعبتك أحسن النهاردة في كرة اليد محمد إبراهيم حرس المرمى دي الصفقات الصفقة تيجي تعمل معاك الفرق إنما وده صفقة بقاله سنتين يعني دي سنة تاني سنة دي بس أصدأ أقول أنه المدير الفني هو الآمر الناهي هو ده نظام النادي الأهل طبعاً النادي الأهل وفق فيه مجلس إدارة ونشاط رياضي وتم اختياره على أسس بيدوله كل الصلاحيات أنا عايز لا مش عايز عايز لا مش عايز أبداً ما بيقدرش أنت كمجلس إدارة أو كنشاط رياضي تقول له لا فيه لعيب كويس في الحتة الفرنية خده ما ينفعش نادي الأهل ما بيقدرش كده ولا حتى في قطاعات الناشئين كل رئيس قطاع وكل مسؤول هو مسؤول وهو يملك كل الصلاحات الكاملة بدون أي تدخل حتى من النشاط الرياضي أو مجلس إدارة أو حتى أولياء الأمور قطاع الناشئين كله مطروك للمجهود والتقدير للمداربين ودي حاجة وارد فيها الخطأ وارد فيها الصواب ولكن أبداً نادي الأهل عمر ما يقدر يوجه أي مدير فني بصفقات جديدة آه ممكن نكون بن طالب مثلاً شايفين الفرقة بحتاجة دعم أنت موجة ناصرك للفنية ولكن فيه مدير فني هو اللي بيقول إن شاء الله أنا أتمنى التوفيق وثقه تماماً في إدارة النادي الأهلي وثقه تماماً في إدارة النشاط الرياضي إن هم دايماً هيدوروا الأفضل والأصلح والأحسن للنادي الأهلي وهيعملوا